انا شايفة في معلومات عن ابحاث جديدة واخر التطورات الطبية وفي حاجات كتير انا عاوزين نتكلم على الناس بتفكر ازاي العالم كله برا بيفكر ازاي الطب بماشي ازاي دايما بكرر يا رانا ان الناس قعدة بتفكر يا رب احنا نبقى زيهم يعني ونفكر زيهم في كل التفاصيل مفيش حاجة بتظهر جديدة اللي ما بيكونوا هم على طول مباشرة بيعملوا ابحاث يشوفوا ايه مدى جدوى الحاجة دي حتى الحاجات اللي احنا في مجتمعنا لحد النهاردة شايفينها بسيطة هم بيهتموا بيها جدا من ضمن الحاجات المهمة اوي هو الدهون على الكبد او الكبد الدهني هم عملوا ابحاث ايه اللي ممكن يحصل فيه ناس كتير جدا بتقولك انا باكلش كتير انا بمجرد باكل اكلة دهنية مرة واحدة في الاسبوع طيب هم عملوا بحث هل فكرة الاكل مرة واحدة دي واجبة دهنية هتأثر او لا لان احنا هنا مثلا في مجتمعنا بنشوف ان احنا ماشيين كويس قوي طول الاسبوع ونيجي مثلا في الاسبوع في يوم كده بقى هندي فيه كل حاجة ناكل بقى محشي وكوارع واكل ايه فيه دهون كتير الكبد الدهني بيزداد جدا في منتصف العمر في سن من ربيعين لخمسين واحنا بنشوف الموضوع يجي الدكتور يعمل صنارة على الكبد يقول له والله انت عندك دهون على الكبد واحنا كمصريين كلنا عندنا دهون على الكبد وما تلقش الدهون على الكبد يا جماعة بتأثر كتير جدا جدا بتعمل التهاب للكبد وبالتالي بتعمل تلايف الكبد ويمكن الفترة اللي جاية هتكون الدهون على الكبد من اكبر اسباب مشاكل الكبد الفترة اللي جاية وما حطنها سبب واحد حيبقى رقم واحد يعني موضوع مش بيتوقف على شوية دهون على الكبد بس لا ده بيستمر وبيكبر أكيد الأكلة الدهنية الوحدة لو أنت أكلت أكلة دهنية دسمة اللي بيحصل أنه بتزيد الدهون السلسية بشكل عالي جدا بتقل حساسية الإنسولين الإنسولين موجود في حتة كتير في جسمنا بتقل حساسية الإنسولين مثلا بنسبة 25% الإنسولين موجود برضو في الكبد فبيقل حساسية الإنسولين اللي موجود في الكبد بنسبة 15% بيقل حساسية الإنسولين اللي موجودة في الخلايا الدهنية بنسبة 35% طب يساهم أن يزيد الدهون السلسية بشكل كبير وبالتالي يقل حساسية الإنسولين ويبقى الإنسان عرضة إلى مرض السكر طب حتقولي طب ده وجبة واحدة ما هو تكرار هذه الوجبة بيبدأ يظهر الجين المسؤول عن تنظيم الإنسولين أو الجين المسؤول عن السكر فبالتالي تجنبه وفكرة أن أنا دايماً خليك ماشي على الهيلس لايفستايل أن أنت ماشي على نظام صحيح بس خليه ببعد أبحاث أثبتت أن الجسم يحتاج نسبة الدهون معينة طبعاً طبعاً حتى لو يومية ايوة طبعاً أنتي واجبتك لازم تتكوين من 30% دهون تمام الدهون بقى إيه ما parameters في دهون مشبع دهون مش كويسة أو في دهون كويس الدهون الكويسة دي اللي موجودة في زيت الزتون اللي موجودة في زيت الدرى اللي موجودة في حاجات ما فيش بقى الأكلات الب días اللي موجودة بقى في الدهون كدهون لكن إحنا الدهون نفسها الدهون اللي موجودة في اللحوم تكون دهون بسيطة لكن المشكلة كلها في الفاست فود البورجر البتزات والجبن اللي موجودة عليها دي كلها دهون غير مشبعة بتأذي لكن في التالي لو أنت محتاجة دهون عشان بشرتك وعشان جسمك وعشان الدهون دي بتدخل في تركيب كتير جدا من الانزيمات لكن الدهون السليمة هي الموجودة في الزيوت وهي اللي الجسم محتاجها فنخلي بالنا ما تفردش في الأكلة واحدة في الأسبوع تاخد وجبات دهنية كبيرة جدا بحجة أن انت ماشي ملتزم طول الأسبوع ما تاخدش فكرة دهون عالكابت بإهمال لأنه في التالي هيسبب مشاكل الحاجة التانية